نروح لأستاذ مجدي اللي كلمنا قبل الفاصل قص الدوافر هو قص دوافره أو قلم دوافره وقص شعره هو ما كانتش يعرف وهو هيدبح ولا أي حاجة حتى لو تعمد أن يفعل هذا ولا أي حاجة ولا أي حاجة ده عند جمهور العلماء المستحب بعض الناس خدت حديث أم سلمة على ظاهره وعملين شوفي بقى كل ما يتنقلوا واحد يزود حاجة لذلك بعض الناس سودوا عيشة الناس في المساجد اوعى تقص ولو قصت قط حيطك مش مقبولة إيه ده كل ده الإمام مالك قال لا شيء الإمام مالك رضي الله عنه لما سؤل قال لا شيء العايز يقص 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 ما يقصش ما يقصش بل هناك من ضعف حديث أم سلمة الإمام الدراكوتني تكلم عليه في العلال وغيره تكلم على صحته ومن العلماء من قال هو من كلام أم سلمة موقف عليها مش من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أمر آخر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أضحي الهادي يزبح ولم يثبت عنه أنه نهى وكلم الناس ما هو الحديث بتاع أم سلمة الحديث بتاع أم سلمة إذا هل عليكم هلال ذي الحجة قالت قال رسول الله صلى الله وسلم إذا هل عليكم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأفاره بس هو ده الحديث فجمهور أهل العلم على أنه مستحب بشواجل وجمهور أهل العلم على أنه لو فعل ذلك فهو مكروه كراهة تنزيه أو مكروه أما عشان تقول حرام لا جمهور أهل العلم لم يخلوا هذا ليس حراما ولا أي حاجة خالص في بعض الناس في أعمالها لا تستطيع أن هي مثلا يعني تربي شعورها أو تربي أزافرها لا بد أن يكون بهيئة معينة نحرم عليه نقول له أنت كده عمال تاخد زم ده احنا هنكرهه في الأضحية أقول لك بقى أنا عايز أضحى عشان أخد ثواب يوم أنت تشايلني كل يوم زم طبعا ده كلام مش صحي خالص فاريت اللي يذكر يذكر أن قول جمهور الأئمة على أن هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على أنه مكروه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم أو محرح